بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبثة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطف أن تقدم لكم هذه المات تفسير سورة البقرة لابن كثير قراءة الدكتور عبدالستار زموت سورة البقرة سورة البقرة مدنية وآياتها ست وثمانون ومئتان الصفحة الثانية والثلاثون ذكر ما ورد في فضلها قال الإمام أحمد حدثنا عالم حدثنا معتمر عن أبيه عن معقن بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وقرؤوها على موتاكم انفرد به أحمد وقد رواه أحمد أيضا عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بن نهدي عن أبيه عن معقن بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوها على موتاكم يعني ياسين فقد تبينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجة وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان وقال الترمذي حسن صحيح وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه سنان بن سعد ويقال بالعكس واثقه بن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبا وغيره وقال أبو عبيد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة ابن كهيد عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة ورواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة ثم قال الحاكم صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل الترمبي حدثنا أيوب بن بلال حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع البقرة يقرأها فإن الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به وروا الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله براط وقال إن لكل شيء سناما وإن سناما القرآن سورة البقرة وإن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن المفصل وروي أيضا من طريق الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت لم يدخل ذلك البيت الشيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها وفي رواية وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأ ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما وإن سناما القرآن البقرة وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله شيطان ثلاثة أيام رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه وابن مردوي من حديث الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به وعند خالد بن حبان ابن سعيد المديني وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك هذا لفظ رواية الترمذي ثم قال هذا حديث حسن ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا فالله أعلم قال البخاري وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيا قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما أخذ رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير قال قد أشفقت يا رسول الله على يحيا وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ماذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث به وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم والله أعلم وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وذلك فيما رواه أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح قال فلعله قرأ سورة البقرة قال فسألت ثابتا فقال قرأت سورة البقرة وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إيهاء إبهاما ثم هو مرسل والله أعلم ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريد عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأصهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والقلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن ثم يقال اقرأ وصعت في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتينا وروا ابن ماجة من حديث بشر بن المهاجر بعض وهذا إسناد حسن على شرط مسلم فإن بشرا هذا خرج له مسلم ووثقه ابن معين وقال النسائي ما به بأس إلا أن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تأتي بالعجب وقال البخاري يخالف في بعض حديثه وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن عدي روى ما لا يتابع عليه وقال الدار قطني ليس بالقوي قلت ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية ابن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام منطور الحبش عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهل به الزهراوان المنيرتان والغياية ما أظلك من فوقك والفرق القطعة من الشيء والصواف المصطفة المتضامنة والبطلة السحرة ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه به والترميبي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به وقال حسن غريب وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال قال حماد أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران قال نعم قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب قال فأخبرني به قال لا والله لا أخبرك به ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن أخا لكم قري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان يهتفان هل فيكم قارئ يقرأ سورة البقرة وهل فيكم قارئ يقرأ سورة آل عمران قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فيختران به الجبل وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله وإنه أقيد به فقتل فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة ثم إن آل عمران إن سلت منه وأقامت البقرة جمعة فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة قال أبو عبيد أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره يدفعان عنه ويؤمسانه فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن وقال أيضا حدثنا أبو مسهر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح قال فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزء وحدثنا يزيد عن ورقاء بن إياس عن سعيد بن الجبير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة ذكر ما ورد في فضل السبع الطول الصفحة الرابعة والثلاثون قال أبو عبيد حدثنا هشام ابن إسماعيل الدمشقي عن أحمد بن شعيد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطول مكان التوراة وأعطيت المئين مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل هذا حديث غريب وسعيد بن أبي بشير في هلين وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر والله أعلم ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن أبي عمر مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع فهو حبر وهذا أيضا غريب وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي وروا عنه عمر بن عمر وعبد الله بن أبي بكر وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا فالله أعلم وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به ورواه أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن ذلال عن حبيب بن هند عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر قال أحمد وحدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال عبد الله بن أحمد وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج ولكن كذا كان في الكتاب فلا أدري أغف له أبي أو كذا هو مرسل وروا الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة وقال له اذهب فأنت أميرهم وصححه الترمذي ثم قال أبو عبيد حدثنا هشين حدثنا أبو بش عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي السبع الطول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعرار ويونس قال وقال مجاهد هي السبع الطول وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن أوس ويحيى بن الحارث الزماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها وإن يونس هي السابعة فصل والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بها لكن قوله تعالى فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها وكذلك آيات الربى من آخر ما نزل وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فصطات القرآن قال بعض العلماء وهي مجتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهر وقال العابدون آياتها مئتان وثمانون وسبع آيات وكلماتها ستة آلاف ستة آلاف كلمة ومئتان وإحدى وعشرون كلمة وحروفها خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة حرف فالله أعلم قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة البقرة وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال نزلت بالمدينة سورة البقرة وقال الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه قال نزلت البقرة بالمدينة وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحسن بن علي بن الوليد بالفارس حدثنا خلف بن هشام وحدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أنس ابن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن وكذا القرآن كله هذا حديث غريب لا يصح رفعه وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمل جمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجاه وروا ابن مردويه من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عطبة بن مرثب قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة يعني أهل بيعة الرضوان وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة لينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقاله عام الشعب وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء الصور قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق أكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة موسى بن مسعود عن شب عن ابن أبي نجيح عن أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن وهكذا وقال قتابة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد إنما ذلك عبارة عن سورة الأعرار لا لمجموع القرآن والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى فقال في فواتح السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المتنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمدان قال قال عبد الله فذكر أحوى وهكذا مثله عن علي وابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروا ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال ألف لام ميم قسم وروينا أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال حدثنا الله أعلم وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف السلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلألائه وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم قال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب فقال أعجب أنهم يظنون بأسمائه ويعيشون في رسقه فكيف يكفرون به فالألف مفتاح الله واللام مفتاح اسمه رطيف والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء واللام نطف الله والميم مجد الله والألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون سنة هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع ابن أنس عن أبي العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين كقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسكون وقوله تعالى وَلَقَدِ بَعَثْنَا فِي كُلُّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الْحِينُ مِنَ الدَّهْرِ كقوله تعالى وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةِ أي بعد حين على أصح القولين قال فكذلك هذا هذا حاصل كلامه موجها ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبو العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أننا نسينا الإجاف تعني وقفت وقال الآخر ما للظليم عال كيف لايا ينقض عنه جلده إذايا فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى باليائم يفعل وقال الآخر بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أنت يقول وإن شرا فشرا ولا أريد الشر إلا أنت شاء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم قال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث قال سفيان هو أن يقول في أقتل أق وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح الصور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام را وغير ذلك هجاء موضوع وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل ابني يكتب في ألف با فا أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها حكاه بن جرير قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي ألف لام ميم صاد را كاف ها يا عين طا ثا حا قاف نون يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مجتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة وقد صردها مفصلة ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله ومنها هنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدا ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأا كبيرا فتعين أن لها معنا في نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور حكاه ابن جرير وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة وقال آخرون بل ابتدأ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك ولو كان كذلك أيضا لم بغى لابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو العجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكررت تحدي بالصريح في أماكن قال وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف وحرفين مثل حاميم وثلاثة مثل ألف لام ميم وأربعة مثل ألف لام ميم را وألف لام ميم صاد وخمسة مثل كافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك قلت ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقرار وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منك ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين حاميم 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 تنزيل من الرحمن الرحيم حاميم عين سي قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعنى النظر والله أعلم وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يصار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن زياد قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتدو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتدو فيما أنزل الله تعالى عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فقال أنت سمعت قال نعم قال فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتدو فيما أنزل الله عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله فقال نعم قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك فقام حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره فقال نعم قال ماذاك قال ألف لام ميم صاد قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وثلاثون ومئة سنة هل مع هذا يا محمد غيره قال نعم قال ماذاك قال ألف لام را قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مئتان فهذه إحدى وثلاثون ومئة سنة فهل مع هذا يا محمد غيره قال نعم قال ماذا قال ألف ألف لام ميم را قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مئتان فهذه إحدى وسبعون ومئتان ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا ثم قال قوموا عنه ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومئة وإحدى وثلاثون ومئتان وإحدى وسبعون ومئتان فذلك سبعمائة وأربع سنين فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كن أم الكتاب وأخر متشابهات فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم والله أعلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج إن ذلك بمعنى هذا والعرب تعارض بين اسمي الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخر وهذا معروف في كلامهم وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى عن أبي عبيدة وقال الزمخشري ذلك إشارة إلى ألف لام مين كما قال تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقال ذلكم الله وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره والله أعلم وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة وقد ضعف هذا المذهب كثيرون والله أعلم والكتاب القرآن ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزة وتكلف ما لا علم له به والريب قال السد عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه وقال أبو الضرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء وأبو العالية الربيع ابن أنس ومقاتل ابن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل ابن أبي خالد وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل بثينة قالت يا جميل أردتني فقلت كلاما يا بثين مريب واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النه أي لا ترتابوا فيه ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ويبتدأ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أو لا للآية التي ذكرناها ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن وذلك أبلغ من كون فيه هدى وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال وخصة الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمن أولئك ينادون من مكان بعيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقد قال السد عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يعني نوراً للمتقين وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال هدى للمتقين قال هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعته وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبيت عن ابن عباس للمتقين قال الذين الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرزون رحمته في التصديق بما جاء به وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى للمتقين قال اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم وقال أبو بكر بن عياش سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سل عنها الكلبية فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإث قال فرجعت إلى الأعمش فقال يرى أنه كذلك ولم ينكر وقال قتابه للمتقين هم الذين معتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية والتي بعدها واختيار ابن جريب أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال وقد روى الترمذي وابن ماجة من رواية أبي عقيل عبد الله ابن عقيل عن عبد الله عن ربيعة ابن يزيدا وعطية ابن قيث عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس ثم قال الترمذي حسن غريب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله ابن عمران عن إسحاق ابن سليمان يعني الرازي عن المغيرة ابن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق ابن سلم يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ ابن جبل قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر قلت من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل من فضلك تابع بقية الماد بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه الماد تبسير سورة البقرة لابن كفير قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وقال ليس عليك هداهم وقال من يضمن الله فلا هادي له وقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضمن فلن تجد له وليا مرشدا إلى غير ذلك من الآيات ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدمانة عليه والإنشاد إليه قال الله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وقال إنما أنت من ذن ولكل قوم هاد وقال تعالى وأما فمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وقال وهديناهم مجدي على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم وأصل التقوى التوقي مما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية قال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليدي وقال الآخر فألقت قناعا دونه السمس والتقت بأحسن موصولين كف ومعسم وقد قيل إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سيكت طريقا ذا شوق قال بلى قال فما عنك قال شمرت واشتهت قال فذلك التقوى وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إلا الزبال من الحصى وأنشد أبو الدرداء يوما يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدة ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد وفي سنن ابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أضرت وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله الذين يؤمنون بالغيب قال أبو زعفر الرازي عن العلاء بن المسيب ابن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحرص عن عبد الله قال الإيمان التصديق وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤمنون يصدقون وقال معمر عن الزهري الإيمان العمل وقال أبو جعفر من الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون قال ابن جرير والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقابا وعملا وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل والإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحت وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال فقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا هكذا 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 ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفربنا الكلام فيها في أول شرح البخار ولله الحمد والمنة ومنهم من فسره بالخشية فقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب والخشية خلاصة الإيمان والعلم كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا أي في حال كونه غيبا عن الناس وأما الغيب المرادها هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد قال أبو جعفر أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب قال يؤمنون بالله وملائكته وقطبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره وذقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا غيب كله وكذا قال قتادة ابن دعامة وقال السد عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن نسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن زبيع عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه يعني من الله تعالى وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذر قال الغيب القرآن وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب وقال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام وقال زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقبر فكل هذه متقاربة في معنى واحد لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به وقال سعيد بن منصور حدثنا معاوية عن الأعمس عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ ألف لام مون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إذا قيلت المفلحون وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا أسد بن عبد الرحمن عن خالد بن بريك عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم احدثك حديثا جيدا فغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح فقال يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك يجاهدنا معك قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يريني طريق أخرى قال أبو دكر بن مردويه في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية ابن صالح عن صالح بن جبيت قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس يطلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة رضي الله عنه فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما أراد الانصراف قال إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هاتي رحمك الله قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عسرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرى آمنا بالله واتبعناك قال ما ينمعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرى مرتين ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبد حدثنا إسماعيل بن عياش الحمس عن المغيرة بن قيس التمين عن عمر بن شعيد عن أبيه عن جد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيماما قال الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالنبيون قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديد قلت ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن حميد وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد روي نحوه عن أنس بن مالك المرفوعة والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد المسنبي حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن زعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني زعفر بن محمود عن جدته بديلة بنت أسلم قالت سليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إلياء فسلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فسلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك قوم آمنوا بالغير هذا حديث غريب من هذا الوجه ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال ابن عباس ويقيمون الصلاة أن يقيمون الصلاة بفروبها وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاية والخشوع والإقبال عليها فيها وقال قتابة إقامة الصلاة المحافظة على مواكيتها ووضوئها وركوعها وسجودها وقال مقاتل ابن حيان إقامتها المحافظة على مواكيتها وإصداع الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن ابن نسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون قال نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة وقال جويبر عن الضحات كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميثرتهم وجهدهم حتى نزلت فرائب الصدقات سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات وقال قتابه ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال عوار ويدائع عندك وابن آدم يوشك أن تفارقها واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع لازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة كانت ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه قلت كثيرا ما يكرم الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال فإن الصلاة حق الله وعبادته وهو مجتملة على توحيده والثماء عليه وتمجيده والاتهال إليه ودعائه والتوكل عليه والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والممالين ثم الأجانب فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحد البيت والأحاديث في هذا كثير وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء قال الأعشى لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبجت صلى عليها وزنزمه وقال أيضا وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم أنتده مدن جرير مستشهدا على ذلك وقال الآخر وهو الأعشى أيضا تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمد نوما فإن لجنب المرء متجع يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعوته لي وهذا ظاهر ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الرقوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشريطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة قال ابن جرير وعرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المسل يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته وقيل هي مشتقة من الصبوين إذا تحركا في الصلاة عند الرقوع والسجود وهما عرقان يمتدان من الضهر حتى يكتنفان عجب الذنب ومنه ثمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخير وفيه نظر وقيل هي مشتقة من الصلي وهو الملازمة للشيء من قوله تعالى لا يصلاها أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى وقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم كما أن المصلي يقوم عياجه بالصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله أعلم وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحفاب والميزان وإننا سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون السلاة ومما رزقناهم ينفقون ومنهم على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا وهم كل مؤمن مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم قاله مجاهد وأبو العالية والربيع ابن أنس وقتابة والثاني هما واحد وهم مؤمنوا أهل الكتاب وعلى هذين تكون مواع عاطفة صفات على صفات كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوى وكما قال الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزحم فعطف الشفات بعضها على بعض والموصوف واحد والثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنجل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لمؤمني أهل الكتاب نقله السد في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة واختاره ابن جرير رحمه الله ويستشهد لما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل أدى بجاريته فأحسن تأذيبها ثم أعتقها وتزيدها وأما ابن جريل فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة وهي أن الله وصف في أول هذه الصورة المؤمنين والكافرين فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي قلت والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواه غير واحد عن ابن أبي مجيح عن مجاهد أنه قال أربع آيات من أول سورة البقرة في نعة المؤمنين وآيتان في نعة الكافرين وثلاثة عشر في المنافقين فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتفف بها من عربي وعجني وكتابي من إنسي وجني وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى بل كل واحدة مستلزمة من الأخرى وشرط معها فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وتلامه عليهم أجمعين والإيقان بالآخرة كما أن هذا لا يصح إلا بذلك وقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية وقال تعالى ولا تجازلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية وقال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم من ربكم وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ما نفرق بين أحد من رسله وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه لكن لمؤمني لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصيا وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين وعما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم ولكن قلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق ما يليف ثوابه على الأجرين الذين حصل لهم والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يقول الله تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإيقان الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل الله إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة وهو مستلزم لاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا وقال ابن جرير وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوثيقه لهم وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لما أعد الله لأعدائه من العقاب وقد حك ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليه الآية على ما تقدم من الخلاف وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك من قطعا مما قبله وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره أولئك هم المفلحون واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب لما رواه السد عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المسلحون وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم والله أعلم وقد وقد نقل عن مجاهد وأب العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله ابن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال قال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال ألف لا مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله تعالى المصلحون هؤلاء أهل الجنة قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم إلى قوله عظيم هؤلاء أهل النار قالوا لسناهم يا رسول الله قال أجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يقول تعالى إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروا وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته الآية أي إن من كفب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له ومن أضله فلا هادي له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول ولا يدل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن أكرمة أو سعير بن جبير عن ابن عباس إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية قال نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كثرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بأبي طلحة أظهر ويفسر ويفسر ببقية الآيات التي في معماها والله أعلم وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهما حديثا فقال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبد الله بن مغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمر وقال قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس فقال ألا أخبركم ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء أهل النار قالوا لسنا منهم يا رسول الله قال أجل وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة من التي قبلها سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أي هم كثار في كل الحالين فلهذا اكد ذلك بقوله تعالى لا يؤمنون ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون ويكون قيمه تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ذملة معتربة والله أعلم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم قال السد ختم الله أي طبع الله وقال قتابة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون وقال ابن ذريد قال ابن ذاهد ختم الله على قلوبهم قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحي حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الخط قال ابن ذريد الختم على القلب والسمع قال ابن ذريد وحدثني عبد الله ابن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الأقفال والأقفال أشد من ذلك كله وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده فقال كانوا يرين أن القلب في مثل هذه يعني الكف فإذا أذنب العبد ذنبا ذنب وقال بأصبعه الخنصر هكذا فإذا أذنب ذنب وقال بأصبع أخرى فإذا أذنب ذنب وقال بأصبع أخرى هكذا حتى ذنب أصابعه كلها ثم قال يطبع عليه بطابع وقال مجاهد كانوا يرين أن ذلك الري ورواه ابن جرير عن أبي جرير عن أبي كريب عن يكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه قال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاختناع لما دعوا إليه من الحق كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا قال وهذا لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم قلت وقد أطمب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده ويتعالى الله عنه في اعتقاده ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هو قوله ونقلب أسئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال والله أعلم قال القرطبي وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم وذكر حديث تقليب القلوب ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وذكر حديث حبيث الذي تستحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشر بها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تسير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد كالكوز مشخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الحديث قال ابن جريب والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ما حدثنا به محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا بن عزلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب فقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى كما بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنفائي عن قتيبة والليف بن سع وابن ناجه عن هشام ابن عمار عن حاتم ابن إسماعيل والوليد ابن مسلم ثلاثتهم عن محمد ابن عزبان به وقال الترمذي حسن صحيح ثم قال ابن جرير فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها خينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع فلا يكون للإيمان إليها مثلك ولا لكفر عنها مخلص فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نذير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والذروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحله رباطها عنها واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يقول فلا يعقلون ولا يسمعون يقول وجعل على أبصارهم عشاة يقول على أعينهم فلا يبصرون وقال ابن جرير حدثني محمد ابن سعد حدثنا أبي حدثني عم الحسين ابن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم قال وحدثنا القاسم حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سليد حدثني حجاج وهو ابن محمد أعور حدثني ابن جريد قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة قال ابن جريد ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإدمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعه كقوله تعالى وحور عيد وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى شكت همالة عيناها وقال الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا تقديره وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا لما تقدم وصف المؤمنين في صدر الصورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى لما تقدم وصف المؤمنين في صدر الصورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى في بيان المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبتنون الكفر ولما ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطمب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق كما أنزل صورة ضراء فيهم وصورة المنافقين فيهم وذكرهم في صورة النور وغيرها من الصور تعريفا لأحوالهم لتشتنب ويشتنب من تلبس بها أيضا فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخاجعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو أنواع اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى وهذا كما قال بني ذري المنافق يخالف قيله فعلا وسره علانيته ومدخله مخرجة ومشهده مذيبة وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو من الباطل مؤمن فلما هاجر رسول الله صلى الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج وبنو المدير وبنو قريبة حلفاء الأوس فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتين الأوس والخزرج وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله رضي الله عنه ولم يكن إذاك نفاق أيضا لأنه لم يكن للمسلمين بعد شيكة تخاف بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله قال عبد الله بن أبي بن سلون وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير وأسلموا يستغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب فمن ثم يجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد يهاجر مكرها بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن زبير عن ابن عباس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني المنافقين من الأوس والخزرة ومن كان على أمرهم وكذا تفسرها بالمنافقين من الأوس والخزرة أبو العالية والحسن وقتادة والسد ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لأما يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فوقع لذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفتار في نفس الأمر وهذا من المحذورات الكبار أن يذن لأهل القبور خير فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أي يقولون ذلك قولا ليس وراءهم شيء آخر كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر ولهذا يؤكدون الشهادة بإنّا ولام التأكيد في خبرها أكدوا أمرهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وليس الأمر كذلك كما كذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وبقوله وما هم بمؤمنين الآن انتهى الوجه الثالث بعد انتهى وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عيدة وأنه يروّج عليه كما قد يروّج على بعض المؤمنين كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يقول وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ومن القراء من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم وكل القراءتين ترجع إلى معنى واحد قال ابن جرير فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعة وهو لا يظهر بمثانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية قيل لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطى بمثانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعة فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهره بمثانه تقية بما يخلص به من القتل والسبي والعذاب العاجل وهو لغير ما أظهره مستبطن وذلك من فعله وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أميتها ويسقيها كأس سرورها وهو موردها حياض عطبها ومذرعها به كأس عذابها ومذيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن كما قال تعالى وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشركهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين ولكنهم على عمل من أمرهم مقيمون من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كفير وقال ابن أبي حاتم أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إلي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا محمد بن نور عن أبي جريج في قوله تعالى يخاذعون الله قال يظهرون لا إله إلا الله يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك وقال سعيد عن قتابه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخاذعون الله والذين آمنوا وما يخذعون إلا أنفسهم وما يشعرون نعت المنافق عند كثير خمع الأخلاق يصدق بنسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله يصبح على حال ويمسي على غيره ويتكفأ السفينة كلما هبت ريح هبت معها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في قلوبهم مرض قال شك فزادهم الله مرضا قال شكا وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال شك وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وعن عكرمة وطاويس في قلوبهم مرض يعني الرياء وقال الضحاق عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال نفاق فزادهم الله مرضا قال نفاقا وهذا كالأول وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في قلوبهم مرض قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد وهم المنافقون والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن وهو الجزاء من جنس العمل وكذلك قاله الأولون وهو نظير قوله تعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقوله بما كانوا يكذبون وقرأ يكذبون وقد كانوا متصفين بهذا وهذا فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين ما علمه بأعيان بعضهم وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما فبتت الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكف فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه قال القرطبي وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم قال ابن عطية وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجه والقاضي إسماعيل والأبهري وعن ابن الماجشون ومنها ما قال مالك إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبيّ لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه قال القرطبي وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام قال ومنها ما قال الشافعي إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم لأن ما يظهرونه حسب ما قبله ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته بالصحيحين وغيرهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة وإن لم يعتقدها لم ينفعه جريان الحكم عليه في الدنيا وكأنه كان خليط أهل الإيمان ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الآية فهم يخالطونهم في بعض المحشر فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم وحيل بينهم وبينما يشتهون ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجوده عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم يكل عليهم آيات الله مبينات فأما بعده فيقتلون إذا أظهر النفاق وعلمه المسلمون قال مالك المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم قلت وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا أو يتكرر منه ارتداده أم لا أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام تنبيه قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن يمان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتك أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم كأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمه نحن نعلمه الآية وقال تعالى لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قليبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا منعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ففيها دليل على أنه لم يغربهم ولم يدرك ففيها دليل على أنه لم يغربهم ولم يدرك على أعيانهم وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى ولون شاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلود وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين ومع هذا لما مات صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فقال إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه وفي رواية في الصحيح إني خيرت فاخترت وفي رواية لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر لهم لزد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطبيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال هم المنافقون أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض وكان فسادهم ذلك معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاد وقال ابن ذريج عن مجاهد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون وقال وكيع وعيسى بن وينس وعثان بن علي عن الأعمش عن المنهان بن عمر عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال سلمان لم يجئ أهل هذه الآية بعد وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن شريك حدثني أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان الفارسي في هذه الآية قال ما جاء هؤلاء قال ابن جرير يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه عنى أنه لم ينض ممن تلك صفته أحد قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عنه ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها وهذا الذي قاله حسن فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبين ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من المار ولن تجد لهم مصيرا فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين فكان الفتاد من جنة المنافق حاصلا لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له ووال الكافرين على المؤمنين ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف ولو أخلص العمل لله وتطابق وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح ولهذا قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أي نريد أن ندار الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب يقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين آمن كما آمن الناس أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنون به وعنه وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون معنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قاله أبو العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة وبه يقول الربيع ابن أنس وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وغيرهم يقولون أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء والسفهاء جمع سفين لأن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع حليم والسفين هو الجاهل الضعيف الرأ القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار ولذا سم الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما قال عامة علماء التفسير هم النساء والصبيان وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون يعني ومن تمان جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الدلالة والجهد وذلك أرضى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يقول تعالى وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا وأظهروا لهم الإيمان والموالات والمصافات غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإله ليدل على الفعل المدمر والفعل الملفوظ به ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع والأول أحسن وعليه يدور كلام ابن جرير وقال السد عن أبي مالك خلوا يعني مدوا وشياطينهم سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين قال السد في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني هم رؤساؤهم في الكفر وقال الضحاك عن ابن عباس وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم وقال محمد ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود الذين يأمرون لهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مجاهد وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين وقال قتابه وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو العالية والسدي والربيع ابن أنس قال ابن جرير وشياطين كل شيء مرضته ويكون الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وفي المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن فقلت يا رسول الله أول الإنس شياطين قال نعم وقوله تعالى قالوا إنا معكم قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أي إنا على مثل ما أنتم عليه إنما نحن مستهزئون أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم وقال الضحاق عن ابن عباس قالوا إننا نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الربيع بن أنس وقتابه وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على سنيعهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان من يعمهون وقال ابن جريد أخبر أخبر تعالى أنه فاعل به ذلك يوم القيامة في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسون وراء فدرب بينهم بسور له باب باتله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الآية وقوله تعالى ولا يحسب من الذين كفروا أنما مني لهم خير لأنفسهم إنما مني لهم ليزداد إثما الآية قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل قال وقال آخرون بل استهزاؤه بهم كي يضيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصي والكفر به قال وقال آخرون هذا وأمثاله على سبيل الجواب فقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك ولم يكن منه خبيعة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه قالوا وكذلك قوله تعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين والله يستهزئ بهم على الجواد والله ما يكون منه المكر ولا الهز والمعنى أن المكر والهز أحاكم بهم وقال وقال آخرون قوله تعالى إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم وقوله يخادعون الله وهو خادعهم وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم ونسوا الله فنسيهم وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقب عقوبة الخداع فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب في النف وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره وعلى الله وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فالأول ظل والثاني عدل فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما قال وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك قال وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما جاء به وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلافا الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العذاب والمكان ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتفن عن الله عز وجل بالإجماع وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا ينتنع ذلك قال وبنحو ما قلنا فيه رويا الخبر عن ابن عباس وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو عثمان حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى الله يستهزئ بهم قال يسخر بهم للنقمة منهم وقوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون قال السد عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمدهم يملي لهم وقال مجاهد يزيدهم وقال تعالى أي حسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال بعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبياب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قال ابن جرير والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال تعالى ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظوهم في طغيانهم يعمهون والطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وقال الضحاق عن ابن عباس في طغيانهم يعمهون في كفرهم يترددون وكذا كسره السد بسنده عن الصحابة وبه يقول أبو العالية وقتابة والربيع ابن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن ابن زيد في كفرهم وضلالتهم قال ابن جرير والعمه الدلال يقال عمها فلان يعمه عمها وعموها إذا بل قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارا دلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا لأن الله قد بضع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا وقال بعضهم العمى في العين والعمه في القلب وقد يستعمل العمى في القلب أيضا قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وتقول عنها الرجل يعمه عموها فهو عنه وعانه وجمعه عم وذهبت إذنه العمهاء إذا لم يدر أين ذهبت من فضلك تابع بقية المادة أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى قال أخذوا الدلالة وتركوا الهدى وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى أي القفر بالإيمان وقال مجاهد آمنوا ثم كفروا وقال قتابه استحبوا الدلالة على الهدى وهذا النبي قاله قتابه يشبنه في النعنى قوله تعالى في ثمود فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتادوا عن الهدى بالضلالة وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال تعالى فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم أو أنهم يستحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم فإنهم أنواع وأقسام ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك وقال ابن جرير حدثنا بشير حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الدلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن رزريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء مثلهم كمثل الذي استوقب نارا فلما أداءتنا حوله ذهب الله بنيرهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عميا فهم لا يرجعون يقال مثل ومثل ومثيل أيضا والجمع أنثال قال الله تعالى وتلك الأمثال مضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقب نارا فلما أداءتنا حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأمس بها فبيناه وكذلك اثبفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع هذا أصم لا يسمع أبكم لا يمطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السد ثم قال والتشبيه ها هنا في غاية الصحة لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ها هنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالويم الآخر وما هم بمؤمنين والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم وهذا لا ينفي أنه أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سربوه وطبع على قلوبهم ولم يستحضر ابن جريم هذه الآيتها هنا وهي قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فلهذا وجه هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة قال وصح برض مثل جناعة بالواحد كما قال رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقال تعالى مثل الذين حملوا التيرات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وقال بعضهم تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه وقال آخرون الذي هاهنا بمعنى الذين كما قال الشاعر وإن الذي حانت بفرج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي قلت وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام وقوله تعالى ذهب الله بنورهم أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور وأبقى لهم ما يذرهم وهو الإحراق والدخان وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق لا يبصرون لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها وهم مع ذلك سم لا يسمعون وهم مع ذلك سم لا يسمعون خيرا بكم لا يتكلمون بما ينفعهم عمي في ظلالة وعماية وعماية البصيرة كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه قال السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى فلما أضاءتنا حوله زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام نقدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة ثم إنهم نافقوا وكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فلما أضاءتنا حوله من قذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي منه فبينما هو كذلك استفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى فذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير والشر فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به وأما الظلمة فهي ظلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك وقال مجاهد فلما أضاءتنا حوله أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى وقال عطاء الخرساني في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عم القلب وقال ابن أبي حاتم ويوي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع ابن أنس نحو قول عطاء الخرساني وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عم القلب وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية قال هذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أداء الإيمان في قلوبهم كما أداءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا نارا ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون وأما قول ابن جرير فإشبه ما رواه علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويارفونهم ويقاسمونهم الفي فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءا وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية مثلهم كمثل الذي استوقب نارا فإنما ضوء النار ما أوقتها فإذا خمدت ذهب نورها وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له فإذا شك وقع في الظلم وقال الضحاك ذهب الله بنورهم أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به وقال عبد الرزاق عن نعمر عن قتادة مثلهم كمثل الذي استوقب نارا فلما أضاءت ما حوله فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وآمنوا في الدنيا وأنكحوا النساء وحقنوا دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ما يبصرون وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له في الدنيا فناكح بها المسلمين وغازاهم بها ووارثهم بها وحقن بها دمه وماله فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله وتركهم في ظلمات لا يبصرون قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقول في عذاب إذا ماتوا وقال محمد بن إسحاق عن ابن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقول في عذاب إذا ماتوا وقال محمد ابن إسحاق عن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيض عن ابن عباس وتركهم في ظلمات أي يبصرون الحق لا يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر اطفئوه بكفرهم ونفاقهم فيه فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق وقال السدي في تفسيره بسنده وتركهم في ظلمات فكانت الظلمة نفاقهم وقال الحسن البصري وتركهم في ظلمات لا يبصرون فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله سم بكم عن قال السدي بسنده سم بكم عمي فهم خرص عمي وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سم بكم عم يقول لا يسمعون الهدى ولا يعقلون وكذا قال أبو العالية وقتابة ابن دعامة فهم لا يرجعون قال ابن عباس أي لا يرجعون إلى هدى وكذا قال الربيع ابن أنس وقال السدي بسنده سم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الإسلام وقال قتابة فهم لا يرجعون أي لا يتوبون ولا هم يذكرون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أذاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كسيب والصيب المطر قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأب العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوف وعطاء الخرساني والسبي والربيع ابن أنس وقال الضحاق هو السحاب والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف فإن شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم وقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لن يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون والذرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الذرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان ولهذا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بقدرته وهم تحت نشيئته وإرادته كما قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بهم ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم أي مشدته وقوته في نفسه وبعث بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين وقال ابن إسحاق حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد ابن جبيب عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم أي بشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه يقول كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه وإذا أصاب الإسلام نكبة أقاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وقال محمد بن إسحاق عن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعير بن جبير عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قالوا أي متحيرين وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتابه والربيع بن أنس والسبي بسنده عن الصحابة وهو أصح وأظهر والله أعلم وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية وقال تعالى يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمن لنا نور واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ذكر الحديث الوارد في ذلك قال سعيد بن أبي عروبة عن قتابة في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الآية ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدم أبينا بصنعاء ودون ذلك حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدمي رواه ابن جريب ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران ابن داود القطان عن قتابة بنحوه وهذا كما قال المنهال ابن عمر عن قيس ابن السكن عن عبد الله ابن مسعود قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأبناهم نورا على إبهام يطفأ مرة ويتقد مرة وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد ابن علي ابن محمد الطنافسي حدثنا ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن المنهال بن عمر عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود نورهم يسعى بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراب منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النهلة وأبناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحسي حدثنا أبو يحي الحماني حدثنا عقبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة فأما المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وقال الدحاة بن نزاح يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا فإذا انتهى إلى الصراط دفئ نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون شفقوا فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا فإذا يتقرر هذا صار الناس أقساما مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها ومنافقون وهم قسمان خلص وهم المدروب لهم المثل الناري ومنافقون يتربدون تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب النثل الماء وهم أخف حالا من الذين قبلهم وهذا المقام يشبه من بعض الوجود ما ذكر في سورة النور من ضرب نثل مؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمسباح في الزجاجة التي كأنها كوكذ ذري وهي قلب المؤمن وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله ثم ضرب مثلا العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء وهم أصحاب الجهل المركب في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا الآية ثم ضرب مثلا الكفار الجهال الجهل البسيط وهم الذين قال تعالى فيهم أو كظلمات في بحر نجي يغشاه موض من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فقسم الكفار ها هنا إلى قسمين داعية ومقلب كما ذكرهما في أول سورة الحج ومن الناس من يجادر في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريم وقال ومن الناس من يجادر في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وقد وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين سابقون وهم المقربون وأصحاب يمين وهم الأبرار فتخلص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان مقربون وأبرار وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخنف وإذا ائت من خان استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمام وشعبة من نفاق إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله قال الإمام أحمد حدثنا أبو النظر حدثنا أبو معاوية يعني شيبانا عن ليث عن عمر ابن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القلوب أربعة قلب أجرب فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح فأما القلب الأجرب فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق المنافق الخالص عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه وهذا إسناد جيد حسن وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير قال ابن عباس أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير وقال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم مخيم وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضربان لصنف واحد من المنافقين وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أو تكون للتخيير أيضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا قال القرطبي أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري أن كلا منهما مساوي للآخر في إباحة الجلوس إليه ويكون معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم قلت وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براء ومنهم 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 يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم والله أعلم كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى أن قال أو كظلمات في بحر النجي الآية فالأول لدعاة الذين هم في جهل مركب والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين والله أعلم بالصواب يا أيها ما سعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنبادا وأنتم تعلمون شرع تبارك وتعالى في ديان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواس الشامخات والسماء بناء هو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل من السماء ماء والمراء المراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أمياع الزروع والثنار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن وإن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وسوركم فأحسم سوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ومضمونه أنه الخالق الرازق نارك الدار وساكنها ورازقهم فبهذا يستحق أن نعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وفي الصحيحين عن ابن نسعود قال كنت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث وكذا حديث معاد أتدري ما حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث وفي الحديث الآخر لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان وقال حمد بن سلم حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خواش عن الطفير بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت من أنتم قالوا نحن اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد وقال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم قالوا نحن النصارى قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله يشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن تفيلا وعى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنع كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده هكذا رواه ابن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث حماد ابن سلمة به وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن عبد الملك ابن عمير به بنحوه وقال سفيان ابن سعيد الثوري عن الأجلح ابن عبد الله الكندي عن يزيد ابن الأصم عن ابن عباث قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله وما شئ فقال أجعلتني لله مدة قل ما شاء الله وحده رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم وقال محمد ابن إسحاق حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين والذين من قبلكم وبه عن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تدر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه وهكذا قال قتادة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمر ابن أبي عاصم حدثنا أبو عمر حدثنا أبو الضحاك بن مخلب أبو عاصم حدثنا شبيب بن بش حدثنا أكرمه عن ابن عباس في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلبة هذا لأتانا النصوص البارحة ولولا البط في الدار لأتى النصوص وقول الرجل وصاحبه ما شاء الله وشئته وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعل كمي لله ندا وفي الحديث الآخر نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء وهكذا قال الربيع بن أنس وقتابة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة قال الإمام أحمد حدثنا عصان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن زيد ابن سلام عن جده منطور عن الحرف الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعمل بهن وأنه كاد أن يبتئ بها فقال له عيسى عليه السلام إن فقد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعمل بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخصف به قال فجمع يحيى ابن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بوارق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وأن الله خلقكم ورزقكم تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأمركم بالسلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلكفت فإذا صليتم فلا تلكفت وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه سرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فمسائم أطيب عند الله من ريح المسك وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عمقه وقدموه ليضربوا عمقه وقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه وأمركم بذكر الله كثيرا وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثر فأتى حصنا حسينا فتحصن فيه وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهم الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عمقه إلا أن راجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم قالوا يا رسول الله وإن صام وصل فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله هذا حديث حسن والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له وقد استدل به كثير من المفسرين كالراز وغيره على وجود الصانع تعالى وهي دالة على ذلك بطريق الأولى فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإبقانه وعظيم سلطانه كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى فقال يا سبحان الله إن البعر لا يدل على البعير وإن أثر الأقدام لتدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود النطيف الخبير وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات وعن أبي حميثة أن بعض الزنابقة سألوه عن وجود البار تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه ذكروا لي أن سفينة في البحر ملقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتغترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد فقال هذا شيء لا يقوله عاقل فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اجتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه وعن الشافعي أنه سئل عن نجود الصانع فقال هذا ورق الطوب دعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريس وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وريفا وتأكله الضداء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريس فبينه وكذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قدب الزبرج بشاهدات لأن الله ليس له شريك وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يؤصى الإله أم كيف يجحده الجاح وفي كل شيء له آية تذل على أنه واحد وقال آخرون من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يقصها ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقرى ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء وكذلك هذه الأمهار السارحة من من قطر إلى قطر للمنافع وما ذرأت الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرائيج والأشكال والأنوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواه عليه توكلت وإليه أمود والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطبا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمكب ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك قال ابن عباس شهداءكم أعوانكم وقال السد عن أبي مالك شركاءكم أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصونكم وقال مجاهد وادعوا شهداءكم قال ناس يشهدون به يعني حكام الفصحاء وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما اتبعه إن كنتم صادقين وقال في سورة سبحان قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وكل هذه الآيات مكية ثم تحداهم بذلك أيضا في المدني فقال في هذه الآية وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن قاله مجاهد وقتادته واختاره ابن جرير الطبر والزمخشري والرازي ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله وقوله لا يأتون بمثله وقال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم يعني من رجل أمي مثله والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا لم لنفي التأبيد في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا الآبدين ودهر الداهرين وكذلك وقع الأمر وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن وأن يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق كل شيء وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجود الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال الله تعالى ألف لا أمر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت تبقى ما أخبر سواء بسواء وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء تكررت أم لا وكلما تكررت حلا وعلا لا يخلق عن كفرة الرد ولا يمل منه العلماء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال السم الراسيات فمعظنك بالقلوب الفاهنات وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال وقال فيها وقال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وقال في الترهيب أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصدا فستعلمون كيف نذير وقال في الزجر فكلا أخذنا بذنبه وقال في الوعظ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اجتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح رذيل دني كما قال ابن مسعود وغيره من السلف إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه من فضلك تابع بقية المادة ولهذا قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الآية وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهنا لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأمين شرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخير واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على نفله البشر وإنما الذي كان أوتيته وحيا أوحاذ الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة نفذ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أي الذي اختصست به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر ولله الحمد والمن وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة فقال إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته فقد حصل المدعى وهو المطلوب وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك وهذه الطريقة إن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في الصور الكسار كالعصر وإنا أعطيناك الكوفر وقوله تعالى فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة عدت للكافرين أما الوقود بفتح الياو فهو ما يلقى في النار لإدرانها كالحطب ونحوه كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون والمراد بالحجارة هي هاهنا حجارة الكبريت العظيمة السوداء السلبة الممتنة وهي أشد الأحجار حرًا إذا خميت أجار ما الله منها وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن سابق عن عمر بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين رواه بن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاكم والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين وقال السد في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة اتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود وقال وقال مجاهد حجارة من كبريت أنتنى من الجيفة وقال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت وقال ابن ذريج حجارة من كبريت أسود في النار وقال لي عمر بن دينار أصلب من هذه الحجارة وأعظم وقيل المراد بها حجارة الأصناع والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم الآية حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول قال لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكم فجعلها هذه الحجارة أو لا وهذا الذي قاله ليس بقوي وذلك أن النار إذا أضمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها ولا فيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضا المشاهد وهذا الجس يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك وكذلك سائر الأحجار تفخورها النار وتحرقها وإن ما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها وشدة درامها وقوة لهبها قال قال كلما خبت زدناهم سعيرا وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها قال ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذن في النار وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف ثم قال القرطبي وقد فسر بنعنيين أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك وقوله تعالى أعدك للكافرين الأظهر أن الضمير في أعدة عائد إلى النار التي يقودها الناس والحجارة ويحتمل عيده على الحجارة كما قال ابن مسعود ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان وأعدت أي أرصدت وحصدت للكافرين بالله ورسوله كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر وقد استذل كثير من أئمة السمة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها تحاجة الجنة والنار ومنها استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعض بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وحديث بن مسعود سمعنا رجبة فقلنا ما هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها وهو عند مسلم وحديث سلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتياترة في هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ويافقهم القاضي منذ بن سعيد البلوط قاضي الأندلس تنبيه ينبذ الوقوف عليه قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله وقوله في سورة يونس بسورة مثله يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه فالإعجاز حاصل في طوال الصور وقصارها وهذا لا أعلم فيه وزاعا بين الناس سلفا وخلفا وقد قال الرازي في تفسيره فإن قيل قوله تعالى فأتوا بسورة من يثل يتناول سورة الكيفر وصورة العصر وقل يا أيها الكافرون ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بيثله أي بما يقرب منه ممكن فإن قلت إن الإتيان بمثل هذه الصورة خارج عن مقدار البشر كان مكابرة والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا إن بلغت هذه الصورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود وإن يكون كذلك كان امتناعهم من المعارضة عشدة دواعيهم إلى تيهون أمره معجزا فعلى التقديرين يحصل المعجز هذا لفظه بخريفه والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عنه الصارحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد روينا عن عمر بن العاص أنه وعفد على مسيدمة الكذاب قبل أن يسلم فقال له مسيدمة ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين فقال له عمر لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال وما هي فقال والعصر إن الإنسان لفي خس ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي نفضها فقال وما هو فقال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان يا صدر وسائرك حق فق ثم قال كيف ترى يا عمر فقال له عمر يا الله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأطي به متشابها ولهم فيها أزواج متههرة وهم فيها خالدون لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف بذكر حال أوليائه من السعباء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة وهذا معنى تسمية القرآن مثال على أصح أقوال العلماء كما سنقصته في وضعه وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه أو حال السعباء ثم الأشقياء أو عكسه وحاصله ذكر الشيء ومقابله وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعمل الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها وقد جاءت الحديث أن أنهارها تجري في غير أقبيب وجاءت الكفر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوّف ولا منافات بينهما فطينها النسك الأصفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم وقال ابن أبي حاتم قرأ علي الربيع ابن سليمان حدثنا أسد ابن نوسى حدثنا أبو ثوابان عن عطاء ابن قرة عن عبد الله ابن ذمرة عن أبي هريرة قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت كلال أو من تحت جبال المسك وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله ابن مرة عن نسريق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل المسك وقيله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رسقا قالوا هذا الذي رزقني عن قبل قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال إنهم اتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وهكذا قال قتابة عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ونصره ابن جرير وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان بالأمس وكذا قال الربيع ابن أمس وقال مزاهد يقولون ما أشباه به قال قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل في نار الجنة من قبل هذا بشدة مشابهة بعضه بعضا بقوله تعالى وأتوا به متشابهة قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأيزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي اتينا به من قبل فتقول الملائكة كن فاللون واحد والطعم مختلف وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد ابن شليمان حدثنا عامر ابن وصاف عن يحيى ابن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وقصدانها المسك ويطوف عليه من بلدان بالفواكه فيأكل لها ثم يؤتين بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به فتقول لهم الولدان كنوا فالليل واحد والطعم مختلف وهو قيم الله تعالى وأتو به متشابها وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وأتو به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم قال ابن أبي حاتي وريعا مجاهد والربيع بن أنس والسب نحو ذلك وقال ابن جرير بإسناده عن السبي في تفسيره عن أبي مارك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى وأتو به متشابها يعني في الليل والمرأة وليس يشتبه في الطعم وهذا اختيار ابن جرير وقال عكرمة وأتو به متشابها قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أثير وقال سفيان الثير عن الأعمش عن أبي ذبيان عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء وفي رواية ليست الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به وقال عبد الرحمن بن زي ابن أسلم في قوله تعالى وأتو به متشابها قال يعرفون أسماءه كما كان في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في الجنة هذا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتو به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعام وقومه تعالى ولهم فيها أزواذ متهرة قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس متهرة من القبر والأذى وقال مجاهد من الحيض والغائط والبيل والنخام والبزاق والمني والولد وقال قتابه متهرة من الأذى والمكثم وفي رواية عنه لا حيض ولا كلف ورؤي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك وقال ابن جرير حدث ليونس ابن عبد الأعلى أنبأ لابن وهد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال المطهرة التي لا تحيط قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام فلما عصت قال الله تعالى إني خلقتك مطهرة وسأدنيك كما أدنيت هذه الشجرة وهذا غريب وقال الحافظ أبو ذكر بن مرضويه حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الخواري قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبك عن قتابك عن أبي نصرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق هذا حديث غريب وقد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به وقال صحيح على شرق الشيخين وهذا الذي ادعاه فيه نظر فإن عبد الرزاق عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان البسي لا يجوز الاحتجاج به قلت والأظهر أن هذا من كلام قتابه كما تقدم والله أعلم وقوله تعالى وهم فيها خالدون هذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم بر رحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن سعود وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين المنافقين يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقب نارا وقوله أو كسيب من السماء الآيات الثلاث قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتابه لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب مذكران فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب نفلا ما بعودة فما فوقها وقال سعيد عن قتابه أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر وإن الله حين ذكر في كتابه الزباب والذباب والعنكبوت قال أهل الدلالة ما أراد الله من ذكر هذا فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب نفلا ما بعودة فما فوقها قلت العبارة الأولى عن قتابة فيها إشعار أن هذه الآية مكية وليس كذلك وعبارة رواية سعيد عن قتابة أقرب والله أعلم وروا بن ذريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتابة وقال ابن أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل ابن أبي خالد نحو قول السدي وقتابة وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس في هذه الآية قال هذا مثل ضربه الله للدنيا أن البعودة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا انتلأوا من الدنياريا أخذهم الله عند ذلك ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء هكذا رواه ابن جريب ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية بنحوه فالله أعلم فهذا اختلافهم في سبب النزور وقد اختار ابن جريب ما حكاه السد لأنه أمس بالصورة وهو مناسب ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكر وقيل وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي مثل أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا وماها هنا للتقليل وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما فيصدق بأبنى شيء أو تكون ما نكرة نوصوفة ببعوضة واختار ابن جرير أن ماء موصولة وبعوضة معربة وبعوضة معربة بإعرابها قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ماء ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى كما قال حسان بن ثابت يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحف الجار وتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها وهذا الذي اختاره الكساء والفراء وقرأ البحاك وإبراهيم بن عبلة بعوضة بالرفع قال ابن جني وتكون قال ابن جني وتكون صلة لما وحذف العائد كما في قوله تماما على الذي أحسن أي على الذي هو أحسن وحكى سيبويه ما أنا بالذي قائل لك شيئا أي بالذي هو قائل لك شيئا وقومه تعالى فما فوقها فيه قولان أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة كما إذا يوسف لك رجل باللؤم والشح فيقول السانع نعم وهو فوق ذلك يعني فيما وصفت وهذا قيم الكسائي وأبي عبيب قاله الرازي وأكثر المحققين وفي الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح ضعودة لما سقى كافرا منها شربة ماء والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعودة وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار بن جرير فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها غطيئة فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يدرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعودة كما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من درب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله يا أيها الناس برب مثل فاستمعونه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعونه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم ضعف الطالب والمكلوب من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وترعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشكست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يدن الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى درب الله مثلا عبدا مملكا لا يقدر على شيء الآية ثم قال وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوذر ومن يأمر بالعدل الآية كما قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية وقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الآية وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي القرآن أمثال كثيرة قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهم ه بكيت على نفسي لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقال مجاهد في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها وقال قتابه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله ورؤي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك وقال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني هذا المثل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ممائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إلنا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنيد ربك إلا هو وكذلك قالها هنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين قال السد في تفسيره عن أبي نالك وعن أبي صالح عن أبي عباس وعن مرة عن ابن سعود وعن ناس من الصحابة يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضرالة إلى ضرالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم وأنه لما ضرب له موافق فذلك إضلاع الله إياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم بتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به وما يدل به إلا الفاسقين قال هم المنافقون وقال أبو العالية وما يضل به إلا الفاسقين قال هم أهل النفاق وكذا قال ربيع ابن أنس وقال ابن ذريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يدل به إلا الفاسقين قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به وقال قتاد وما يدل به إلا الفاسقين فسقوا فأضلههم الله على فسقهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن مرة عن نصعب بن سعد عن سعد يظل به كثيرا وعن الخوارج وقال شعبة عن عمر بن مرة عن نصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت قوله تعالى الذين ينقذون عهد الله من بعد مفاقه إلى آخر الآية فقال هم الحرورية وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بن نهروان فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بيصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها ولهذا يقال للفأرة فييسقة لخروجها عن جحرها من فساد وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتن في الحم والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور فالفاسق يشمل الكافر والعاصي ولكن فسق الكافر أشد وأفحش والمراد من الآية الفاسق الكافر والله أعلم بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى الذين ينقذون عهد الله من بعد نفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ونفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وهذه الصفات صفات الكفار مباينة لصفات المؤمنين كما قال تعالى في سورة الرعب أفمن يعلم أننا أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعنى إنما يتذكر أولو الألباب الذين ينفون بعهد الله ولا ينقذون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن ينسل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الآيات إلى أن قال والذين ينقذون عهد الله من بعد نفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينسل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقده فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله ونقدهم ذلك هو تركب العمل به وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم وعهد الله الذي نقضه هو ما أخذه الله عليهم في التورات من العمل بما فيها وابتداء محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم ونقدهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم إن ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمون فأخبر تعالى أنهم بذوب وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وهو قيم مقاتل ابن حيان وقال آخرون بلعنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والمفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأذنة الدانة على ربوبيته وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله الشاهدة لهم على صدقهم قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأذنة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق ورؤي عن مقاتل ابن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن وإليه ما لز مخشري فإنه قال فإن قلت فما المراد بعهد الله قلت ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد كأنه أمر يصاهم به ويثقه عليهم وهو معنى قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقول وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وقال آخرون العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من سنب آدم الذي يصف في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيتين ونقدهم ذلك تركه من وفاء به وهكذا روي عن مقاتر ابن حيان أيضا حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أب العالية في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد المثاق إلى قوله أولئك هم الخاسرون قال يست خصار من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال إذا حدثوا كذب وإذا وعدوا أخلف وإذا اتموا خانوا ونقدوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث إذا حدثوا كذب وإذا وعدوا أخلف وإذا اتموا خانوا وكذا قال الربيع ابن أنس أيضا وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد منفاقه قال هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوا وقاله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة كقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ورجحه ابن جرير وقيل المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه وقال مقاتل ابن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنه يعني به الكفر وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حضوظهم بمعصيته الله من رحمته كما يخسر الرجل في تجارته بأمين يضع من رأس ناله في بيعه وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما يكان إلى رحمته يقال من يخسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا كما قال جرير بن عطية إن سليطا في الخسار إن أولاد قوم خلقوا أكن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده كيف تكفرون بالله أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غير وكنتم أمواتا فأحياكم أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا والآيات في هذا كثيرة وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا قال هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم ينيتكم ثم يحييكم وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كنتم أمواتا فأحياكم أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم ينيتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم قال وهي مثل قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم ينيتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى فهذه ميتتان وحياتان فهو كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم ينيتكم ثم يحييكم وهكذا وي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن ومجاهد وقتابة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخرساني نحو ذلك وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم ينيتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون قال يحييكم في القبر ثم ينيتكم وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال خلقهم في ظهر آذم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة وذلك كقوله تعالى قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين وهذا غريب والذي قبله والصحيح ما تقدم عن ابن سعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين وهو كقوله تعالى قل الله يحييكم ثم ينيتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الآية كما قال تعالى في الأصنام أموات غير أحياء وما يشعرون الآية هو قال وآية له من الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فميه يأكلون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات أي قصد إلى السماء والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقدام لأنه عد يبي إلى فسواهن أي فخلق السماء سبعا والسماء ها هنا اسم جنس فلهذا قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أي وعلمه محيط بجميع ما خلق كما قال ألا يعلم من خلق وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة وهو قوله تعالى قم أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا فوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا وهذا شأن البناء أن نبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليها وأخرج بحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فقد قيل إن ثم هاهنا هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر كل من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده وقيل إن الدحيا كان بعد خلق السماوات والأرض رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال السدي في تفسيره عن أبي نالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في الأحد والإثنين فخلق الأرض على حوت والحوت هو الذي ذكره في القرآن نو والقلم والحوت في الماء والماء على ظهر صفات والصفات على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكر نقمان ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض فذلك قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء وذلك حين يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها يقول أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين يقول من سألف هكذا الأمر ثم استوى إلى السماء وهي دخان وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة وإنما سمي وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها قال خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ومما لا يعلم ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين فلما فرغ من خلقنا أحد استوى على العرش فذلك حين يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ويقول كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثني أبو معشر سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال إن الله بدأ الخلق يوما أحد فخلق الأراضين في الأحد والاثنين وخلق الأقوات والرواسي في الثلافاء والأربعاء وخلق السماوات في الخميس والجمعة وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوه فيها الساعة وقال مجاهد في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات قال بعضهم فوق بعض وسبع عراضين يعني بعضها تحت بعض وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في آية السجدة قل أئنكم يتفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتابه أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أو السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها قالوا فذكر خلق السماء قبل الأرض وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا وقد حررنا ذلك في سورة النازعات وحاصل ذلك أن الدحيا مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما أكملت سورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحا بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من الوياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة والله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوين في تفسيره هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالب عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوما أحد وخلق الشجر فيها يوما اثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم وقد تكلم عليه علي ابن المدين والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا وقد حرر ذلك البيهقي وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يخبر تعالى بانتنانه على بني آدم وتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك حكى بن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذها هنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك ورده بن جرير قال القرطبي وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اشتراء من أبي عبيدة إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل كما قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وقال فخلف من بعدهم خلف وقلئ في الشاذ إني جاعل في الأرض خليفة حكاه الزمخشري وغيره من فضلك تابع بقية المادة ونقل القرطبي عن زيد بن علي وليس المرادها هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقول طائفة من المفسرين وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل وفي ذلك نظر بل الخلاف في ذلك كثير حكاه الرازي في تفسيره وغيره والظاهر أنه لم يرد آدم عينا إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفسر بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحالم والمآثم قاله القرطبي أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه وهاهنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك كما سيأتي أي ولا يصدر منا شيء من ذلك وهل لا وقع الاختصار علينا قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل فقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله لهم إني أعلم ما لا تعلمون وقيل معنى قوله جوابا لهم إني أعلم ما لا تعلمون إني لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها وقيل إنه جواب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال إني أعلم ما لا تعلمون أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به وقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك طلبا منهم أن يسكن الأرض بذل بني آدم فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة والله أعلم ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه قال ابن جرير حدثني القاسم ابن الحسن حدثني الحجاج عن جرير ابن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتابة قالوا قال الله للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قال لهم إني فاعل هذا ومعناه أنه أخبرهم بذلك وقال السدي استشار الملائكة في خلق آدم رواه ابن أبي حاتم وقال ورؤي عن قتابة محور وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل وعبارة الحسن وقتابة في رواية ابن جرير أحسن والله أعلم في الأرض قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دحية الأرض من نكة وأول من طاف بالبيت الملائكة فقال الله إن جاعل في الأرض خليفة يعني مكة وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة والله أعلم فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك خليفة قال السد في تفسيره عن أبي نالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن سعود وعن ناس من الصحابة إن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ربنا وما يكون ذاك الخليفة قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا قال ابن جرير فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقي وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه قال ابن جرير وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا قال والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأثر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلفة قال وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يقول ساكنا وعامرا يعمرها ويسكنها خلقا ليس منكم قال ابن جرير وحدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال إن أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفقوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا قال فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومنعه حتى أنحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ثم خلق آدم فأسكنه إياها فلذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائل عبد سابق إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال يعنون به بني آدم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الله للملائكة إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة والأرض وليس فيها خلق قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم الملائكة بما تفعله ذرية آدم فقالت الملائكة ذلك وتقدم آنفا وما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد التنافسي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال كان الجن بن الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألف سنة فأفسدوا في الأرض وسفقوا الدماء فبعث الله جلدا من الملائكة فبعث الله جلدا من الملائكة فذربوهم حتى ألحقوا بجزائر البحور فقال الله من الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم ببغيهم وكان الفساد في الأرض فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفق الدماء كما سفكوا قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مبارك بن فضالة أخبرنا الحسن قال قال الله من الملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قال لهم إني فاعل فآمنوا بربهم فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلمون فقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون قال الحسن إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي علمه وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله أتجعل فيها من يفسد فيها كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام الرازي حدثنا ابن المبارك عن معروف يعني ابن خربوذ المكي عمن سمع أبا جعفل محمد بن علي يقول السجل ملك وكان هاروت وماروت من أعوانه وكان له كل يوم ثلاث لمحات في أم الكتاب فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من الأمور فأصر ذلك إلى هاروت وماروت وكان من أعوانه فلما قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال ذلك استفالة على الملائكة وهذا أثر غريب وبتقضي صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر فهو نقله عن أهل الكتاب وفيه نكارة توجب رده والله أعلم ومقتضى أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط وهو خلاف السياق وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضا حيث قال حدثنا أبي حدثنا هشان بن أبي عبيد الله حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول إن الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كانوا عشرة آلاف فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله والله أعلم قال ابن جريج إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال ابن جرير وقال بعضهم إنما قالت الملائكة ما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها وكيف يعصونك يا ربي وأنت خالقهم فأجابهم ربهم إني أعلم ما لا تعلمون يعني أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض ما ترونه لي طائعا قال وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك فكأنهم قالوا يا رب خبرنا مسألة استخبار منهم لا على وجه الإنكار واختاره بوجرير وقال سعيد عن قتابة قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال استشار الملائكة في خلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وقد علمت الملائكة أنه لا شيء أكره عند الله من سفك الدماء والفساد في الأرض ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة قال وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام قالت الملائكة ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا فافتلوا بخلق آدم وكل خلق مفتلا كما افتلت السماوات والأرض بالطاعة فقال الله تعالى ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال عبد الرزاق عن معمر عن قفادة قال التسبيح التسبيح والتقديس الصلاة وقال السدي عن أبي نالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال يقولون نسل لك وقال مجاهب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال نعذنك ونكبرك وقال الضحاك التخديس التطهير وقال محمد بن إسحاق ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال لا نعصي ولا نأتي شيئا تكره وقال ابن جرير التقديس هو التعظيم والتطهير ومنه قولهم سبوح قدوس يعني بقولهم سبوح تنزيه له وبقولهم قدوس ظهارة وتعظيم له وكذلك قيل للأرض أرض مقدسة يعني بذلك المطهرة فمعنى قول الملائكة إذن ونحن نسبح بحمدك ننزبك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك ونقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأبناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤل أي الكلام أفضل قال مصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده وروى البيهقي عن عبد الرحمن بنه قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون قال قتابه فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وسيكون الجنة وسيأتي عن ابن سعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجود نصب خليفة يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطف فواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن خطاب أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعته واحد من ذنب له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لألا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف وقد نص عليه الشافعي وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة فيه خلاف فمنهم من قال لا يشترط وقيل بلى ويكفي شاهدان وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد ومعقود له كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن ابن عوف ومعقود له وهو عثمان واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفي هذا نظر والله أعلم ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مشتهدا بصيرا سليما أعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح ولا يشترط هاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا من غلات الروافض ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا فيه خلاف والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وهل له أن يعزل نفسه فيه خلاف وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لكن هذا لعذر وقد ودح على ذلك فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان وهذا قول الجمهور وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين وقالت الكرامية يجوز اثنين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجب الطاعة واجب الطاعة قالوا وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة لأن النبوة أعلى ربة بلا خلاف وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك قلت وهذا يشبه حال الخلفاء بل عباس بالعراق والفاطنيين بنصر والأمويين بالمغرب والنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى وعلم آذما الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم وهذا كان بعد سجودهم له وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون ولماذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبيه لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال السدي عن من حدثه عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه أسماء ولدي إنسانا إنسانا والدواب فقيل هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس وقال الضحاك عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودواب وسماء وأرض وسه وضح وخيل وحنار وأشباه ذلك من الأمم وغلها ورى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن عبد عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم الصحفة والقدر قال نعم حتى الفسوة والفسية وقال مجاهد وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء وكذلك رؤي عن سعيد بن جبير وقتابة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء وقال الربيع في رواية عنه أسماء الملائكة وقال حميد الشافعي أسماء النجوم وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم واختار ابن جليل أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عرضهم عباه عما يعقل وهذا الذي رجح به ليس بلازم فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغنيب كما قال تعالى والله خلق كل ذابة منا فمنهم من يمشي على بطله ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وقد قرأ عبد الله بن مسعود ثم عرضهم وقرأ عبي بن كعب ثم عرضها أي السماوات الصحيح أنه علمه أسماء أشياء كلها ذراتها وصفاتها وأفعالها كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية يعني ذوات الأسماء والأفعال المكبر والمصغر ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحه حدثنا مسلم ابن أبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس ابن نالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زري حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنين يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هنا هناك ويذكر ذنبه فيستحي أئت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست هناك ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول أئت خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناك فيقول أئت ميسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناك ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول أئت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول لست هناك أئت محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأمطلق حتى أستأذن ربي فيأذنني فإذا رأيت ربي وقحت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال رفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحدني حدا فأدخله من الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحدني حدا فأدخله من الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجد عليه الخنوب هكذا ساق البخاري هذا الحديث هاهنا وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة ووجه إيراده هاهنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام فيأتون آدم فيقول أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات ولهذا قال ثم عرضهم على الملائكة يعمل مسميات كما قال عبد الرزاق عن نعمر عن قتادة قال ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن نرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة وقال ابن جريج عن مجاهد ثم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة من فضلك تابع بقية المادة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة